السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأشعارية في ميزان أهل السنة يقول العلامة أبو نصر سجزي رحمة الله عليه المتوفى عام 444 للهجرة فكل مدعي للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر ونفورهم عنهم بيّن وكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلانسي وقال الجبائي أتكلم عن الأشاعر ووصفهم بأنهم محدثون يعني مبتدع زائغون وفعلا هو حكى حالهم أنهم ليس عندهم أسانيد في كتبهم في العقيدة لا يسندون عقائدهم إلى السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بل يقولون قال فلان وقال علان من أئمتهم المحدثون المبتدعون وهذا الكلام قاله في رسالته في الحرف والصوت في الصفحة 100